السلام عليكم مرحبا بكم في هاد الفيديو الخاص بتلميذ السنة الرابعة متوسط وسنة الثالثة ثانوي تلميذ البيام والباك لنقولكم ربي وفقكم وينجحكم ان شاء الله وتفرحونا وتفرحو والديكم وتفرحو ان شاء الله بالدخول الى الثانوية وبالدخول الجامعي ان شاء الله اذا في هاد الفيديو رايح ندلكم السؤال اللي راهو دائما يقع هو اسكي الفصل الثالث يدخل في الامتحان تعشى هذا ولا لا لا سؤال حير الجميع جميع تلميذ القطاع التربوي سواء كانوا السنة الرابعة متوسط او الثالثة ثانوي اذا في هاد الفيديو ان شاء الله رايح نجاوبكم على هاد الاستفسار اللي راهو مكسر لكم رسانكم ومرحبا بكم في القناة اللي رايح ترفقكم ان شاء الله طيلة مدة هاد الاربع اشهر الخاصة بالمراجعة ونوجدوا لي الشهادة سواء كانت البيام او الباكالوريا رايح نساعد الفئتين اذا شوفوا معي بالنسبة لي الفصل الثالث اذا هنا الرجاء ثم الرجاء عدم التفكير في دروس الفصل الثالث والسؤال عنها انساوها مزيدوش تحاوسوا على الفصل الثالث نركزوا في الفصل الاول والفصل الثاني اخبرك بهدوء ستمتحن ايها الشريف وايتها الشريفة فيما درسته داخل القسم هذا الموسم معنتها وش قرينا في القسم فصل الاول والفصل الثاني هو اللي راح يكون في امتحان شهادتي البيام والباكالوريا معنتها الفصل الثالث ما قريتوهش في القسم تبقى دروس التلفاز بزاف ناس ما عندهمش تلفاز وما قدرش يتفرجوها ما يقدرش يشوفوها ومن غير المعقول انها تكون في الشهادة فقط كان حالة واحدة ان تغيرت الموازين ورفع الله سبحانه وتعالى عن هذا الوباء ان شاء الله يا ربي قبل شهر سبتمبر بشهر او اكثر معنتها قبل سبتمبر بشهر ولا بشهرين يرب يرفضلين هذا الوباء ان شاء الله في هذه الحالة لا ربما توضع بعض الترتيبات بخصوص ذلك هنا بلك يقدروا تدخلوا تقرؤوا الفصل الثالث مش هتقرؤواه كامل بلك دروس محددة ولا تقرؤواه كامل العلم لله مع تطور الحالة عن البلاد فقط هذه في حالة واحدة اذا كان الوباء حبس قبل سبتمبر بشهر ولا شهرين هذه هي الحالة اللي رايحين نقرؤ فيها الفصل الثالث في القسم وليس عبر التلفاز حتى الان ومن فضلك لا تستعجل من فضلكم ما تبقاوش تخموه توسوسو وتقلقو في رواحكم ومو الفصل الثالث كاين ولا مكاش وخايفينو احنا مقرنهاش وقدرين ديرونا حاجة مقرنهاش كيفاش احنا نتعاملو معاها هذا التخمام كامل نحوه من بالكم اوكي اذا بزيدوش تخموه في الفصل الثالث هذه نصيحة الفصل الثالث كيما قلت لكم الى دخلته تقرأوه في القسم بشرط انه يعطيكم المدة الكافية ركز على برامج الفصلين الاول والثاني فقط عدنا دروس خاصة بالفصل الاول نقرأوها ومبعدها مطريق دروس خاصة بالفصل الثالث نقرأوها ونحفظوها ومبعدها مطريق نركزو على دروس الفصلين الاول والثاني اللي قريناهم في القسم الفصل الثالث ما نزيدوش تحوسو عليه وما نزيدوش تقصيو عليه اوكي كي نستثناء الى رحلين الوباء ان شاء الله والبلاء اقبل شهر سبتمبر بشهر او شهرين في هذه الحالة نقدر ندخلو للقسم ونقرأوه اما الى كان الحالة ما زالت هي هي مكاش الفصل الثالث نساوه امحيوه نحيوه اذا هذا هو مصير الفصل الثالث وصلنا لختام هذا الفيديو نتمنى شاء الله يكون فاتكم ونحيكم شوية القلقة والخوف نتلاقوا في الفيديوهات القادمة ان شاء الله اللي رح تكون في هذه القناة وهي عبارة عن فيديوهات للمراجعة مع تمرين محلولة ونمذج وعفوا تعابير كتابية لدروس الفصل الاول والثاني اللغة انجليزية للطورين الثالثة ثانوي والرابعة متوسط ومرحبا بكم وصحف توركم اترككم في رعاية الله وحفظه قوة الاخر